اشتركوا في القناة عمر بن الخطاب اختير الصحابي سراقة بن عمر واليا على البصرة كان سياسيا بارعا وقائدا عسكريا ماهرا ومفاوضا محنكا طلب منه عمر فتح مدينة دربند الواقعة في آسيا الوسطى ارسل جيشا يقوده بكير بن عبد الله ليقاتل تحت لواء سراقة لما بلغ جيش المسلمين مشارف دربند ارسل سراقة مقدمة من جيشه لمناورة خصمه بقيادة حاكم المدينة شهر براز الذي فوجئ بقوة المسلمين وصلابتهم فعرض الصلح عليهم واظهر الولاء والاستعداد لمحاربة الارمن ارسل سراقة الى الفاروق يستشيره في الامر فوافق وانعقد الصلح دون قتال دخل المسلمون دربند وسموها باب الابواب اعطى سراقة الامان لأهلها ومما جاء في كتابه هذا ما اعطى سراقة بن عمر عامل امير المؤمنين عمر بن الخطاب شهر براز وسكان ارمينية والارمن من الامان اعطاهم امانا لانفسهم واموالهم وملتهم اللا يضاروا ولا ينتقصوا وعلى اهل ارمينية والابواب الاطراء منهم والثناء ومن حولهم فدخل معهم ان ينفروا لكل غارة وينفذوا لكل امر على ان توضع الجزية عمن اجاب الى ذلك مدينة الدربند تقع اليوم في داغستان تبعد ثلاثمائة كيلو متر فقط عن جروزني عاصمة الشيشان حاليا كان دخولها بداية لتقدم المسلمين ففتحوا في العام التالي مدينة صلحة واستمرت فتوحات سراقة الى انوافته المنية فدفن بمقبرة فيها تضم رفاة الصحابيين الربيع بن مسلمة واخاه عبد الرحمن دخل الاسلام الشيشان بعد من ضمت المناطق المجاورة الى امارة دربند لتصبح قلبا عسكريا واداريا وتجاريا للخلافة الاسلامية ومركزا رئيسيا لنشر الاسلام اشتركوا في القناة